السلام عليكم سمسوماتي زينات نتمنى ان تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة اليوم جبت لكم باترون الاساس بالتفاصيل الممن البنات كما موضح في الفيديو هنا طبقت الورقة على اثنين فقط باش تكفيني يعني باش نرسم لكم على الباترون ولكن على القماش تبقوا القماش على اربعة يعني باش ديكم الجهة الخلفية والجهة الامامية للقندرة على بركة الله نبداول البنات اول حاجة تبداوبها نكون تقيسوا طول الكتف يعني من عضمة الجهة اليمنى الى عضمة الكتف بالجهة اليسرى الطول هدك اللي تلقاوه تقسموه على اثنين يعني طول الكتف تقسموه على اثنين اللي تلقاوه بعد ما تقسموه على اثنين اللي تلقاوه تبداوه من بداية الرقبة حتى الكتف يعني هدك الطول كامل هدك هو نصف الكتف انا هنا بينتلك بانه الرقبة الخلفية تقدروا تديرها من سبعة حتى توصل حتى تسعة سنتيمتر انتم موش حابين لكن حابيتها ضيقة ديرها مثلا احبت ديروا بيجاما ديرها سبعة سنتيمتر لكن حابين يعني في الصيف تحبوا توسعها شوية قادرين تديرها من ثمانية حتى تسعة سنتيمتر هدية في العرض يعني تع الرقبة من الخلف اما طول تع الرقبة من الامامة تقدروا تديرها من عشرين سنتيمتر او اكثر انتم مو الرغبة تعكم يعني تحبوا تديروا رقبة يعني مصطورة ولا تقدروا تديرها يعني في الصيف يعني جنادر الصيف تقدروا تديرها حتى يعني اثنين وعشرين سنتيمتر انتم مو الرغبة تعكم انا هنا كما موضح في الفيديو رسمت لكم يعني 7 سنتيمتر طال الرقبة من الخلف من جهة الخلفية اما الكاتف كما موضح انا اكتبت لكم الكاتف تقسيم 2 كما قلت لكم في البداية و 12 سنتيمتر يعني بعد ما ترسموا الرقبة 7 سنتيمتر ترسموا الكاتف 12 سنتيمتر ملاحظة مهمة لبنات بعد ما تكملوا رسم الباترون يعني بعد ما تطبقتوا القماش على ربعة وقتها تبدأوا تفصلوا الرقبة الامامية بعد ما تنزعوا الباترون الاول يعني بعد ما تفصلوا يعني ترسموا الباترون وتقصوه تنزعوا الباترون الاول يعني جهة الامامية من جهة الخلفية وتحكموا الجهة الامامية وتفصلوا عليه يعني رقبة الامام وان شاء الله في فيديوهات قادمة نديرلكم فيديو عن انواع الرقبة يعني اشكال هناك اشكال متعددة للرقبة سخاصة للجناظر بعد ما رسمنا قياسات الرقبة وقياسات الكتفة هنا رح نبدأوا في رسم حردة الايبط حردة الايبط هذه ننزلوا فيها بـ 22 سنتيمتر خاصة يعني بالمرأة العادية اما بالنسبة لمرأة النحيفة رح تنزلوا بـ 21 سنتيمتر اما بالنسبة للمرأة البادينة رح تنزلوا بـ 23 سنتيمتر بإذن الله لبنات في الفيديوهات القادمة رح ندلكم اساسيات الخياطة والتفصيل كما عودكم سابقا دلتلكم فيديوهات عن التعلم على مكينة سوبر زيكزاك لانه اول حاجة لازم يعني تبدأ بها اي خياطة انها تفهم وتتعلم الماكينة تحتها الخياطة بش يعني ما تكونش عندها عقبات اثناء الخياطة يعني تقدر تحل مشاكل الماكينة تحتها واي سؤال ابنات خليه لي في خانة التعليقات بعد ما نزلنا بـ 22 سنتيمتر نحكم مشاريط القياس نقيسو دوران الصدر دوران الصدر اللي نلقاوه نقسموه على ربعة يعني دوران الصدر تقسيم اربعة نزيدولو انتم ورغبة تحكم كان يحبوا مثلا القندورة تجيهم يعني سور مزير زيدو اثنين سنتيمتر فقط وكان يحبوا يعني ديرها زايدة شوية زيدو ربعة سنتيمتر لانه كان يحبوا يعني مع الوقت قادرين يزيدو في الميزان ولا حاجة يعني يلقاو يعني قماش كافي باش يزيدو في يعني في عرض القندورة وايضا البنات الزيادة حسب نوعية القماش يعني بيزو بيزو هذك القماش مطاطي يعني مش ولازم انكم تزيدو ياسر في القماش يعني يقدرين تزيدو من واحد سنتيمتر حتى اثنين سنتيمتر اما يعني الاقمشة اخرى تقدروا تزيدو حتى ربعة سنتيمتر وهنا من الكتف ننزلو بربعتاش سنتيمتر ربعتاش سنتيمتر يعني كي تحبوها يعني مصطورة جهة القبض تحبو يعني تحبوها مصطورة اما تحبوها يعني تعصيف يعني تكون تكون واسع شوي تقدروا تحتو حتى خمستاش سنتيمتر فضلا وليس امرا لبنات متنسونيش باللايك للفيديو لانه اللايك هو اللي راح يعاون الفيديو بش يطلع ويوصل لأكتر عدد من الناس وهنا من الزاوية على القبض نطلعو بربعة سنتيمتر كي تحبوها يعني واسع شوي ولكن كي تحبوها يعني تكون جهة القبض يعني مصطورة تطلعو بخمسة سنتيمتر وهنا لبنات اللي ما تقدرش يعني تقد المنحانة تع حردة الايبت تقدر استعمال مسارك البيروكي احنا نسيت محطيت لكم الشرق متاع طول الكاتف فقط احنا لبنات ننزل من دوران الصدر حتى يعني دوران الخسر بعشرين سنتيمتر دوران الخسر دوران الخسر دوران الخسر دوران حبياء المتر �로 قيبوك احنا لقص بالمتر وتقص بالمتر دوران حوال كامست نصف uszوع الأسفل الدوران حديث والدور يمترض ليقوم الضد احنا cicat سنتيمتر فقط. كما بديت لكم لبنات باساسيات التعلم على مكينة سيبر زيجزاجة ان شاء الله راح ندير لكم اساسيات التفصيل يعني من بداية الى النهاية. ما تنسوينيش فقط بالمتابعة لان المتابعة تعكم هي اللي راح تخليني من مد اكثر واكثر في القناة. وهنا لبنات ملاحظة مهمة جدا. اذا لقيتوا طول تاع الصدر متقارب مع يعني طول تاع دوران الخسر تقدروا تنقصوا واحد سنتيمتر باش يجيكم يعني متناسقة يعني باش يجيكم طول الصدر مع متناسق مع طول الدوران او دوران الخسر. نفس الشي نهبطوا من دوران الخسر الى دوران الحوض بعشرين سنتيمتر. البنات نزيدكم ملاحظة مهمة كل واحدة والجسم تحها. يعني كل واحدة والنوعية على الجسم تحها. كيتقيسوا يعني بالمتر من جهة الصدر حتى جهة الخسر. انتم اللي راح تلقاوه قدر تلقاوه عشرين قدر تلقاوه اكثر قدر تلقاوه اكثر قدر تلقاوه اقل. يعني حسب قياس القياسات اللي راح تلقاوها. بعد ما نزلنا بعشرين سنتيمتر راح نديروا قياس دوران الحوض. ننقصوه بشريط المتري لنقاوه نقصوه على ربعة و راح نزيدوه ربعة. نفس الشي تزيدو ربعة اذا حبيتوها واسعة. و اذا حبيتوها يعني تجيكم مع الجسم داعكم تقدروا تزيدو من واحد سنتيمتر حتى اثنين سنتيمتر. احنا البنات اذا حبيتوها القنضورة ايفازي راح تبدو من دوران الخسر وتروحو طول حتى اخر القماش يعني بش تجيكم ايفازي ولكن حبيتوها يعني تجيكم دروات تهبطو من جهة الحوضة يعني بشكل مستقيم يعني بعد ما تكمل الفاترون جهة الحوض تهبطو بشكل مستقيم بش تجيكم القنضورة دروات. وفي الاخير اترككم في رعاية الله وحفظه ونتظروني في فيديوهات حبيتو حالة انشاء الله. مرسلم